ألا تعلم أن وراء كل مصايبنا ومعظمها إسرائيل يعني إسرائيل لها في كل منها المصايب التي وقعت في العالم العربي والإسلامي بما فيها حادثة 11 سبتمبر كلها لها فيها يد ليس مجرد رأي فيها من الناس فقط لأن هناك استشهادات تقنية واستشهادات علمية مثلا على سبيل المثال المبنيين الذين ضربوا في 11 سبتمبر عبارة عن برجين مضبوط كل واحد منهم ضربته طائرة وبالتالي هناك احتمال إسقاط ولو أنه حتى علميا درجة احتراق الوقود في الطائرة 850 درجة مئوية بينما درجة الذوبان الفلاذ هو 1500 درجة مئوية تقريبا فبالتالي لا يبرر ضرب الطائرات في الأبراج أن هناك نية وهناك خطة وهناك خطة استراتيجية لتقسيم الدولة العربية وتفتيت المفتت وجعل هناك دولة مهيمنة على كل هؤلاء المنطقة بعد تقسيمها وهي دولة إسرائيل الكبرى هذا هو المخطط وهم ماشيين فيه بشكل قوي جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر